اشتركوا في القناة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لمختلف مؤسسات القطاع العام والخاص ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال كذكاء الاصطناعي التولدي والرؤية الحاسوبية ونماذج اللغة الكبيرة لابتكار حلول ذكية في مختلف القطاع كما ناقش الجانبان أهمية التعاون العلمي وتبادل الخبرات في هذا المجال ونقل الخبرة بين الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية لتعزيز الابتكار وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة وتحسين مختلف الصناعات تأتي هذه الزيارة تأكيدا على مكانة البحرين الإقليمية كمركز رائل للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتعكس اهتمام المؤسسات الأكاديمية الدولية باستكشاف التجربة البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر